السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه? اتمنى اكيد تكونوا في افضل صحة واحسن حال تعالوا مع بعض كده نبدأ فيديو النهاردة ونشوف طبعا السيدة اللي قدامنا بكل تاكتها وحركاتها واداءها بالفعل اللي هيكون مبهر جدا شوية افكار حلو هناخدها منها وشوية كمان تفرزات واستعادات بقى للشتا سواء طبعا بقى فرش البيت عندها كمان برضو مجموعة الخزين اللي بتبدأ تحمله وبيجي لنا كمان شوية افكار تخص كل حاجة احنا بنعرضها هنا في الفيديو وكمان اكيد بقرأ كل كومنتاتكم وبكون سعيدة جدا بيها وبكون كمان مستمتعة بكل الافكار اللي انتوا اكيد بتدهي دايما نشوف كده طبعا دلوقتي ماشاء الله مبارد كده بتجيب اي خضارة وبتبدأ انها تفرزه كويس قبل كمان طبعا ما تبدأ انها تطبخه او كمان تفرزه حتى تدبيلات الخضار بتاعتها والاسناك زي ما انتوا شايفين بتبقى كده تدبيلة ليها مزاق وطعم خاص جدا بيها شوية بقى طبعا التوم بتوعك مع شوية التوابل والبهرات مع حصرة اللمون مع طبعا بقى كمان كنت احشيها من جوة باللمون والبصل وشوية الخضرة وشوية كمان الفلفل وكمان كنفص من التوم وليبديه كمان تحاطي الخضرة كده تحت زي ما انت شايفة مع شوية البصل والتوابل بتوعك ونبدأ نحط السمكة ونغطيها كمان بورق الفايل وادخليها الفورم لحد اكيد ما تستوي والنتيجة زي ما احنا عارفين ومتوقعين هتبقى حاجة ساحرة جدا الاكلات والوصفات اكيد اللي بتقدمها لنا تعالوا بص كمان كده الوقتي على شاكل السمكة بس يعني مشاء الله عليها مع شوية البطاطس والخضار اللي موجودين وتببيلة السمك اللذيذة قد ايه الطعم هيكون حكاية لدرجة كمان يا بتقشر نفسها زي ما انتوا شايفين بتقول طبعا الطعم ومشاء الله يعني هيكون حاجة حلوة جدا نشوف هنا كمان برضو كده بقى طريقة تفرزها طبعا للخضار اللي انتوا كمان لسه تفوها معاينا من خلال الفيديو واحنا بنكملوا للنهاية مع شوية الخضرة مع شوية كمان كده التوم والحاجات العادية اللي احنا عارفينها شوية الخل شوية كمان كده الملح والمية السخنة وبتبديه كمان تاخدي احلى خيار من خلل زي ما انتوا شايفين مع شوية الشطة اللي هي بتحطهم وكان فاصلة من التوم والنتيجة كمان بتبقى حاجة خالية المية السخنة بتاعتها ويلا بينا نقفل البرتمانات وبعد كابل فعل بتبدأ كمان تصف المية وتضيف مية سخنة تانية ده بحالة بقى لو انت حابة ان هو يعني الخيار ما ياخدش معاك وقت جدا ويبدأ كمان يستوي معاك بمنتهى الصرعة فتيجة بوستي قدقي النتيجة بتبقى حلوة ويصدقوني معظم المحلات بتقوم بالنتيجة دي عشان الخيار او اي كمان منتجات بتكون مفرزاها تخلص معاها بسرعة لان طبعا ما شاء الله في المطاعم الطلب بيكون بصورة كبيرة وصورة دايما على المنتجات اللي زي دي ندخل كمان دلوقتي هنا كده بقى على ما شاء الله كمية التوم اللي قدامنا والجازر والفلفل والطماطم ونعمل بيهم برضو كده دلوقتي احلى تسبيكة طب معاكي فترة جبنا الطماطم زي ما انتو شايفين كده بقشرتها بالشكل ده مع شوية الجازر والفلفل وشوية كمان كده من الفلفل الاحمر وتبداي كمان تقليبي كل ده على النار تيجي تبص كده مع كوباية الزيت يعني تسبيكة حلوة جدا تنفع معاكي في اوقات كتيرة مع الفلفل الاسود اللي انتو شايفينه حبيبات ومعلاقة كمان من الملح وشوية كمان من السكر عشان نصبط القوام شوية وتبداي كمان تشوفي كده شكل التسبيكة دي هيكونها حمل ازاي مع شوية الخضرة واظوني كده طبعا ما هيكونيش محتاجة حاجة تانية ابدا وندخل دلوقتي هنا كمان مع بعض كده على وصفة جديدة شوية الدي بتوعنا وعليهم كمان كوباية من الزبادي وشوية كمان من الملح ونبدأ نقلب كل ده كويس جدا مع شوية كمان من الجبنة اللي موجودة عندك او اي نوع انتو بتفضليه وهنبدأ كمان نتكون العجينة اللي انتو شايفينها دي وطبعا في حال لو انت عايزة العجينة بتاعتك تكون اقوى في الطعم وكمان تكون صحية اكتر ممكن تضفرها طبعا شوية من السوفان زي ما انتو شايفين في كده الحالات كل واحد اكيد بيقدم الطريقة او الطعم اكيد اللي هو بيحبه فيه ناس كتيرة ممكن تكون عايزة لحاجة الصحية اكتر اللي تعمها لذيذ اكتر كل واحد اكيد بيقدر يضيف للعجينة او المعجنات عمتا اي نوع هو بيفضله فتيجي ببصي الشكل اللذيذ والشكل كمان مختلف واكيد الطعم هيكون حاجة حلوة جدا شوية اللحبة المفهومة المراضي مع البصل مع الخضرة مع التواب البتوك ونبدأ نقلب كل ده بالشكل اللي انتو شايفينه ونشوف هنا كمان كده برضو دلوقتي جبنا طبعا ورق القرنب بتاعنا ونبدأ كمان نعمل دلوقتي المحشي بالطريقة اللي احنا عارفينها ممكن تكون تقليدية شوية لكن الطعم فيها حكاية زي ما هتوفه دلوقتي طبعا بدأنا ان احنا اللفه بالشكل ده واكيد طبعا الطعم بتاعه هيكون حلو جدا وخصوصا طبعا ما شاء الله حط كمان اللحمة المفهومة زي ما عارفنا خلاص عن الستان التركية والروسية انهم دايما بيعملوه بالشكل ده وكايت بقى المقرات يحطوا شوية من البطاطس تحت يعني عمتا بتعز الطعم بتاع المحشي بتاعها بأي صورة هي حبا طبعا بقى مع شفية بقى الخضار اللي انت ممكن تكونين قدباهم معاه زي ما بتحبهم ومهما اختلفت طبعا الأطعمة أو المزاق من بلد للتانية ده ما يمنعش يا جماعة ان بالفعل هي هيها نفس الوصفات والأكلات لكن كل واحد بيقدمها بالطريقة والأسلوب اللي هو شايف انها مناسبة بالنسبة له شوية الإضافات والأكلات والوصفات طبعا نشوف برض وهنا كده نفس الفكرة بس الطريقة مختلفة اللحمة المفهومة جبناها وعملنا المرة دي عاجينة وهنبدأ كمان نقطعها قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين وممكن طبعا بقى يعني تقوريها وتسيبيها ترتاح وتبدأ كمان بعدك تحشيها باللحمة المفهومة والبصل من جوة وتاخد معاكي شكل الرول ده ومجرد طبعا ما بتاخدوا الشكل ده بتبدأي طبعا ان انت تقفليها من فوق وتاخد معاكي الشكل المسلس ده طبعا بقى حب ان انت تتحمليها بأي طريقة تانية بشكل تاني ده ما يمنعش أبدا المهم المعجنات مع اللحمة من جوة وبيدأ يطلع معاكي الريحة والشكل اوظن طبعا شكلها حكاية دي كمان كده من الاكلات والوصفات اللي هما كمان بيحبوها جدا واكيد برضو قد لنا بنحب الاكلات اللي ممكن تكون بالشكل وبالطريقة وندخل كمان دلوقتي على وصفة تانية ونجيب الكاتشاب والبابريكا وشوية التوابل بتونة واي طبعا يعني نوع من التوابل انت بتفضليه دي حاجة ترجعلك التشكيلة اللي انت بتحبيها ملح وفلفل اي انواع تانية زي ما انت حب ونبداي كمان كده مع كوباية من الزبادي وتقلبي كل ده هلتلبيس الفراخ بتاعتك اظن طبعا بتسيبيها شوية في ناس ممكن تعملها قبلها بيوم تسيبها لحد طبعا ما تشرب من الطعم دي حاجة ترجعلك واكيد طبعا النتيجة هتكون حلوة جدا مين فينا يتخيل ان الطعم هيكون لذيذ مجرد طبعا ما بتشوف الاكلة والوصفة خلاص بتبديك كده تحسيبي حساباتك وبتكوني عارفة ان الطعم هيكون حاجة حلوة جدا وتيجي تبص كمان برضو دلوقتي على الرز المجربة بيستبي مع الخضار او التشكيلة الحلوة دي وتقديم معدق بيس الفراخ اكيد كمان برضو يعني الطعم هيكون حكاية وصفة سريعة واكلة سريعة تقدر يتقدميها وتبهي بيها اولادك وندخل هنا دلوقتي كمان كده على جزء تاني وهو طبعا بقى استعدادها لتنظيم البيت عندها كل واحدة اكيد بتنظم البيت بالطريقة والاسلوب اللي هي حبا ونشوف دلوقتي كمان كده شكل تقديمة الاطباق بشكلها بكمان الديكورات بتاعتها قد ايه شكلها حلو قد ايه كمان الديكورات شكلها لذيذ جدا الاختلاف اللي بيكون موجود بين كل واحدة او التانية بيختلف جدا نشوف هنا كمان برضو كده اشكاية الاطباق قد ايه شكلها يعني مهما تكلمنا عنها بتتكلم يعني عن نفسها من الالوان والديكورات اللي كلها الوان حلوة ومبهجة وفي نفس الوقت الستايل بتاعها جميل جدا حتى شنطس المحالق بكل افكارها بتاكتها بحركاتها موجودة عندها طبعا بقى يا جماعة نيجي نبص على شكل النيش بالضبط من بره واظن يعني ده مفيش خلاص دلوقتي اختلاف بينهم وبين السائدات المصرية اللي يمكن كتير جدا دايما بيسألونا يعني ايه النيش ده نفس الشكل اللي انتوا شفتوه او تنفع معاها في العزمات والحاجات الاساسية والضررية يعني شوية نبصت كمان دلوقتي طبعا باقي كده على توت مع الكريز وتقدر يتعملي مشروب سحري جدا اول حاجة بتعملهم زي عاملية نا وبعد كده بتاخد النزل ده ونقدر نعمل منه زي سوس كده شربات لذيذ وبنبدأ ان احنا نضيفه هنا تاني على البرطمانات بتاعاتنا مع شوية من السكر كل ده اكيد بينزل معانا الخلاصة بتاعة الفكاة وبيكون الطعم بتاعها حكاية ومجرم بالفعل كده بتسبيها في النقعة ده شوية بتنزل طعم خطير جدا ندخل دلوقتي على وصفة تانية الدقيق مع رشة الخميرة ورشة الملح بتاعتنا ونبدأ نعجن كل ده كويس مع شوية من المياه وشوية من اللبن وتدهي كمان هنا في نفس الوقت بتفرومي اللحمة المفرومة بتاعتك وتجيبي كمان كده الطماطم هنا بدون القشر بتاعها ونبدأ ان احنا نفرومها كويس وطبعا بتنزلي اول حاجة كده باللحمة مع التوابل هنا زي ما شفنا حتى البشر بتاع طبعا يعني اي خضار انت حابة ضفيني الفطيرة بتاعتك هتشفيها دلوقتي معنا تقولي عليها فطيرة تقولي عليها بيتزا زي ما انت حابة المهم يعني يا جماعة الطعم اكيد هيكون لذيذ جدا وكمان الشكل حكاية ويعني سواء بيتزا او فطيرة هي يعني بتقضي معانا الفكرة بطريقة مبتقرة وطريقة سهلة وبسيطة جدا فاكيد طبعا مجرد ما بتقدمي الاكلة او الوصفة بصورة جديدة بصورة احترافية بيبقى الطعم بتاعها مميز وحلو قوي نبص هنا كمان دلوقتي كده برضو على البتنجاني اللي قدامنا مع شوية الطماطم والتسبيكة اللي احنا عارفينها الطريقة العادية والتقليدية اللي ممكن بالفعل تحطيها في برطمونات وتنفع معاكي للفترات كتيرة مع شوية الخضرة بتوعك وتسوفي قد ايه الطعم هيكون حكاية ونبدأ نحط كل ده في البرطمونات بتاعتنا والتسبيكة كمان تكون هاجلة معاكي وصفة سريعة زي التسبيكة دي بتنفع طبعا معاكي في أكلات كتيرة تقدر يضي فيها لأي أكلة لأي وصفة زي ما انت حاب ندخل دلوقتي هنا برضو على نفس الطريقة البتنجان مع الفلفل مع الطماطم بتاعتك وتبدأي تقطعيهم شرايح مع شوية من البصل ويطر هنعمل بيهم ايه طبعا دول ينفعوا برضو معاكي كده زي خضار هنشوف دلوقتي برضو كده الحشوة دي هتوصلنا لإيه لحمة المفهومة بتاعتنا مع الخضرة ونبدأ كمان نعصجها كويس جدا زي ما احنا شايفين مع شوية البتنجان والطماطم وتبدأي تكوري حلقات كده زي ما انت شايفة وتعملي صنية من الكفتة لذيذة جدا مع شوية الكتشب لو ما فيش موجودة عندك الطماطم وتبدأي تعمليها صوس لذيذ وتبدأي كمان تنزل عليها هنا كده بشوية من بشر الجبنة المتزرلة لو موجودة عندك ويدخليها الفرن لحد ما تستبي وأكيد طبعا الطعم بتاعها هيكون حاجة خيالية حاجة سريعة حاجة طعمها أكيد حلوة جدا حاجة تقدر انت ترد بيها جميع الأطراف عندك في البيت ووصفة تانية هنقدمها دلوقتي مع بعض العجينة بتاعتك العدية التقل دي وتبدأي كمان كده تعملي بقى كده رول من اللحم المفهومة زي ما انت شايفة وتبدأي تشكليها زي ما انت عايزة بصوا جماعة دي تشبه شوية إلى حد ما لصدقاتشات الحوابش اللي ممكن تكون موجودة عندنا بس يدوب كده احنا عندنا بنت خالها الفرن هم عندهم بيسووها شوية على البخار في كده الحالية هم متعودين على الطعم والمزاق ده وبيشوفوا قدقين طعمها حلو ومميز جدا وتالما خلاص اكيد انت متعودة على أكلة معينة أو وصفة معينة بتشوفي خلاص ان دي هي يعني الهدف بالنسبالك لكن ده ما يمنعش ان معظمنا دايما بيحب التجديد والتغيير بتكوني عندك عزومة معينة حبة تبير ديوفك بصنف حلو وجديد ويبقى يعني كده مصدر تساغلات كتيرة فتيجي ببصي أكلة وصفة زي دي اللي بتكون موجود معنا طول الفيديو تقدري بالفعل ان انت تتعلمي منها واتطبقيها كمان ووصفة كمان الوافل استريعة اللي قدامنا دي هتشوفه شكلها طبعا بقى تقدري ان انت تشكليها من بره بأي سوس شوكلة موجودة عندك سوس لوتس تضيف عليها طبعا شوية من الفاكهة اللي انت بيتحبيها أو أولادك بيحبوها وطبعا يا جماعة السوس ده بيكون اختياري أو كمان الفاكهة اللي موجودة من بره كل واحدة تشوف ايه أكتر حاجة مناسبة لأولادها ايه أكتر حاجة هم بيحبوها وأكيد طبعا بتحاول تمشي على الأساس ده أسبكوا دلوقتي مع بعض كده تستمتعوا بفاتصفة السمك برضو اللذيذ ده يعتبر اللي انت شفتوها معينا في البداية بس يعني المرة دي حاجات مختلفة شوية فيها أتمنى من كل قلبي لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسونيش وتنسوا القناة بلايقاتكم الحلوة واشتراكاتكم واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد بكرة ومع السلامة اشتركوا في القناة